دعم النادي الاهلي لكل الععاب لا يتوقف النهاردة الدعم للجنباز النادي الاهلي النهاردة بيدعم كل الفرق السواسية لعيبة بتسافر تعمل عملياتها في فرنسا زي لعيبة الكورة المدربين الأجانب في كل مكان الخبراء الأجانب في كل مكان كانت خادر عودي مدير النشاط الرياضي أعلم منذ أيام اتمام التعاقد مع الأرميني هارير جارسبان هيرو لتولي المدير أو منصب المدير الفني الأول للجنباز رجال خلال الموسم الجديد طبعا دي سورة طبعا هارير المدير الفني الأرماني الجديد وأوضح العودي النادي أتم تعاقده مع هيرو لمدة موسم واحد في إطار خط التدعيم كافة فرق النادي بالخبرات التدريبية المميزة من أجل المنافسة على حصد كل البطولات مؤكدا أن المدير الفني الأجنبي لديه من القدرات ما يجعله قادرا على تطوير مستويات اللعبين فنيا وبدنيا وتحسين أداءهم خلال المنافسات والمزيد من التفاصيل عن هذا الخبر والتعاقد مع المدير الفني الجديد في النادي الأهلي وضيفي وصديقي العزيز أهلا بك دكتور محمد شكرا هيسا مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين زي حضرتك منورنا ودايما بتنورنا سواء بالهاتف أو في الستوديو ودايما بنستفاد من علم حضرتك يا دكتور ودايما بنستفاد من رؤية حضرتك الفنية وأكيد منتمنى لك كل التوفيق عايزين نسمع تأليق حضرتك على هذا الخبر يعني التعاقد مع المدير الفني جيز ازاي الترشحات كانت ازاي اختياره جيز ازاي خاصة نحن دك رئيس الجايز هو طبعا احنا لما بنيجي نفكر ان احنا نجيب خبير أجنبي بتحط مواصفات معينة لازم نتنطبق في الخبير الأجنبي من حيث الخبرات من حيث النتائل الصباحة من حيث الشخصية يعني مجموعة معايير ستيرة لازم في الحقيقة ندور عليها قبل من يجيب خبير وده شوية بياخد شوية وقت علشان يعني ندقق في الاختيار واي خبير بيكون مرشح بنتواصل معها اونلاين كده ونبدأ نتكلم معاه ونشوف الى ان وصلنا الى الخبير اللي تم اختياره انه هو بستر كاسبريان هو من ارمينيا وارمينيا الحقيقة بعلها ثلاث سنين دلوقتي يعني الفصان الاسود في الجنبات في المجال العالمي هم عاملين نتائج جمدة جدا عندهم ابطال عالم هم طبعا في القطة مدرسة روسية ينطبق عليه الشروط كلها اللي احنا كنا بندور عليها تفاوضنا معاه والحقيقة يعني النادي طبعا في ظهرنا بقوة في هذا التفاوض الى ان وصلنا الى ان احنا كالراجل بالسلامة وتعقدنا معاه ثم بعد كده بيبدأ بقى عملية تشغيل راجل خبير في المنظومة بتاعت الجنبات هو جاء على منظومة اشتغل بنظام معين فبنشرح له الحكاية ماشية ازاي تتطورن ازاي مطلطنا شكلها ايه نظلنا التدريب يشكله ايه نستفيد من خبراته فهو حاليا دلوقتي في مرحلة دراسة الواقع اللي موجود على ارض صارة الجنبات في النادي الاس عشان يحط خطط التدريب المستقبلية اللي خاصة بكل فريق ويعني طبعا بنشكر ادارة النادي مجدارة النادي على الدعم المستمر للجنبات اللي منها طبعا استخدام خبر اجانب عشان عزهم طبعا هم يعني نوها وعالي جدا ويقدروا يضيفوا لي فرق الجنبات طب دكتور يمكن تحت رئاسة حضرتك القطاع كله يعني احنا بنتكلم عن رجال والسيدات والناشئين والناشئات والبرائم كمان وكل الأكاديميات يعني طمنا على العمل بشكل كامل وهل الصالة الجديدة اللي تم تفتاحها السنة اللي فاتت اضافت ليك الكتير يا كابتن ولا يعني كانت الامور ماشية كويس من غيرها وطبعا يعني كل الفرق بتشتغل بنظام يعني احنا معطلين عليه بنجري كل سنة ان كل فريق لخصة اعداد خصة اعداد خصة شابلة فيها اعداد بدني واعداد نهاري واعداد خططي واعداد نفسي عشان نجاهز اللاعبين في جميع المراحل السنية انها تكون في احسن الحلاس في تمثيل النادي الاهل وطبعا لما تيجي بقى تفتح فرق جديد زي الشيخ زايد بصالة فيها امكانيات كويسة جدا اولا بتدي فرصة لأعضاء الشيخ زايد ان هما يمارسوا لعبة الجنباز بالاضافة لان الامكانيات العالية اللي هناك يمكن استخدامها لكل الفرق حتى فرق الدرجة الاولى الكبار ولاد وبنات عندنا بعد احيان كتير بنظام لهم تجربات في الصالة في الشيخ زايد لان هي صالة متميزة جدا وفيها امكانيات والامكانيات بتلعب دور كبير جدا في لعبة الجنباز فالحمد لله احنا في النادي الاهلي ما بنشتديش من الموضوع ده وعدنا امكانيات كويسة وندي موفر لنا كافة الامكانيات اللي تؤدي الى عناصر النجاح لان احنا بقلنا سنتين يعني محتكرين بطولة الجمهورية للرجال وبنحاول جديد ان احنا نفضل على هذا الاحتكرار وده محتاج على طول شغل بقى باستمرار ان انت ما تنسى نتيك تستاني اللي فاتت تنسى تستاني اللي قبلها وتشتغل على ان كل كتولة لابد ان احنا نقاتل من اجلها وان شاء الله ربنا يكرمنا نقدر نوصل الى هدفنا ان احنا نحتفظ بالمسيور العام الثالث والرابع كمان والخامس ان شاء الله ان شاء الله دكتور محمد فؤاد رئيس جهاز الجنباس في نادي الاهلي بشكرك شكرا جزيرا